موسيقى سلامات يسعد مساكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم معنا لحلقة جديدة من برنامجنا الميداني برنامج استنى شوي بذكركم دائما وأبدا أبدا ما تستنوا وتتأخروا على عمل الخير بالذات بأيام الشهر الفضيل أبدا ما تستنوا ترسموا بسمي على وجه كل إنسان بيلقيكوا في ساعات الصباح أبدا ما تستنوا زيارة الولاية وصلة الأرحام في الشهر الفضيل معنا استنوا شوي استنوا شوي رح نسألكوا عن مثل رح نعطيكوا جائزة ونبتسم سوا من قناة هلا استنوا شوي تعالوا نشوف شو رح يصير معنا بنتابع مشاهدينا من قناة هلا برنامجنا استنوا شوي عم بنوزع هدايا مع مثال عربية وبنزرع البسمي كمان حلقة هون في مدينة الناصرة بنلقى بالشاب مرحبا يا هابيت أهلا وسهلا عرف عليك الاسم الكريم مجد نخاش من الناصر يا أهلا عمي مجد مجد شو بتشتغل شو بتعمل حضرتك سائق شاحنة سائق شاحنة قداش العمر 25 سنة بسم الله عليك سائق شاحنة قداش طون معاي تريلر مع منوف شاحنة أكبر حجم أكبر حجم والعمر 25 سنة أنت لو اليوم بإيدك القانون كنت بتغير أنه الجيل يكون أكبر اللي بسوق هاي السيارات لا بالعاكس الجيل ملائم وأنا بلشت من 22 سنة جيل 22 سنة بيغدروا بح مضبوط بغدر بعشرين برضو كمان في الشولايات ومشكلة من ناحية قانون من ناحية قانون بس أنت حسب اللي بتشوفه على الشارع بصراحة هيك وهيك في كثير ناس صغيرة وعندها الخبرة وفي كثير ناس كبيرة اللي ما مش كدل إشي حسب حسب السائق نفسه أنت بتقول دي أسألك بما أنت بتشغل عند حدا ولا أنت عند حدا عملتوا هيك عملوا لك برنامج خاص بالشهر الكريم برمضان المفروض الجمعة الجاي طبعا في فطور جماعة لكذا لا أنا قصد برنامج بناحية شغل يعني أنه بتأخذوا ساعات قبل الإفطار طبعا طبعا عنا ترويح بكير وكذا ووقتوا برنامج خاص رمضان مزوط حلو كيف شايف أجواء رمضان هيك أنا شايفك مع أصحابك هون عم بيصوروا فيك على المقابلين واجه لهم تحية حلوة كلهم أعمل أصحاب ما شاء الله عليكم لم تلحبايب وأصحاب هاي دايما ولا برمضان إلي هناك رمضان غير تيجي حلو إنها الحمد لله حلو الله يعطيك العافية طبعا أنا بتسألك سؤال صار وعرفت إليك جائزة حلوة بسألك عن مثل بيحكوا عن أنسو أنت معناك مش متجوزة لا لا إسا إمك شو بدأت نبسط عليك على إنك جاوبت المثل اسمع بيقولوا أم قوال هاي المرة اللي بس تتحكي قول مش فعل أم قوال غلبة أم أم فعال والله برابو عليك زكفوله 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 هلو برابو عليك والله برابو عليك أم قوال غلبة أم فعال يعني هاي إسا الوالدي بدأت تقول أنا هذا ابني عبد النخاش قبر لازم نجوزه يا صار يميز بين البنت القدحة والبنت اللي مش قدحة مش فعل تميز تقدر تميز يعني بلشنا بلشت تميز طيب نعطيك جائزة حلوة من حلويات راتب المختار شكرا رمضان كريم سعدكم يا رب رمضان والعامة وخير كنتم خير حبيب شكرا الله يسعد بنتابع حلقتنا هون في مدينة الناصر أستنى شوي مع أمثالنا العربية الحلوة المختارة نلتخل بالشاب مرحبا مرحبا أعرف عليك لإسمك كريم هادي عواد من الناصر هادي عواد هادي شو أول إشي شو بتشتغل شو بتعمل حضر أنا بشتغل بشركة كواخة دام الله يعطيك العاقي هادي عواد العمر قدي عمرك عزياني 27 العمر كله تجوز عزابي لا والله عزابي بعدك عالبر إن شاء الله لا بس الحمد لله موجود يعني من دل هلح العروس موجود يا أخي انت جيل كل يوم جيل الزواج بصار يتغير وبتغير من منطقة لمنطقة في تقريبا يعني متوسط متوسط جيل في منطقة الناصر بيختلف عن مناطق أخرى للزواج ممكن ممكن بتعلق شوف بالقراء يعني إجمالا بتجوزوا بكير أكثر يعني من المدن هيك سيسا بيزعلوا عليك يعني يعني هذا اللي يوكال بالعكس لا اللي بتجوزوا اللي عنده إمكانية بالعكس ليش لا يعني طبعا الله يهني الجميع هذا إحنا دائما نفتخر فيه بالعكس إحنا بدنا ناس يعني يتيجي على هذا المجتمع تنفع وتفيد ونستفيد منها كمان بالعكس الأجيال اليوم يعني اللي بتواكب يعني عصر اللي هو شوية مختلف تطور زمان يعني كنا بالأول يعني زمان أمي وأبوي بتعرف كيف 22 23 متى ما كبر الشخص يكونوا متجوزين طبعا عنده إمكانية يتجوز فيجوز بس اليوم إحنا شوية مختلفين يعني طبعا أنت تعرف مع الجيل طبعا من دولي جيات كلاتها بتختلف يعني إحنا اليوم مختلفين عن أي جيل يعني سابق عصره هينك خيلو ابن الناصري الحمد لله رمضان والأجواء بالناصري فعليات حكيلي بتشاركت بإشي شوف في الفعليات بالناصري طبعا معروفة بأكل هزاكي والممتاز طبعا حلويات الممتاز مش عم بعمل دعايا لحدا بس إحنا طبعا من نبسط دائما بأكلنا اللي هو نفتخر فيه طبعا ورمضان بالنسبة لنا هو أكل هو حلو هو صهرات جميلة مع العائلة هاي للمعبة هاي للمعبة هل رتبت بالناصري مثل مسيري إشي هكي حلو كان برنامج خاص شوف إحنا سمعنا أنه لازم يكون فيه فعليات بالأيام القادمة والأيام المقبلة إن شاء الله شوف الفعليات هي فرح بالنسبة للي يعني بالنسبة للي إجمالا أنا كشاب لو ألاك مثلا فعليات وفيها توعية مثلا أنه اليوم نيجي ندعم مثلا العائلات المسطورة ندعم الناس جد المحتاجة اللي جد عن جد بدها يعني دعم بعتقد أنه هذا الإشي أهم من أنه مثلا نعمل فعالية بالعكس أنا مش ضد أن الناس تفرح لأ نفرح بس رمضان هو شهر خير وشهر صوم وعبادي البدن طبعا انتفاهم التعبان والروحي اللي بتجاهد وهذا هو المهم طبعا إحنا أرواحنا نظيفة وأرواحنا لازم أن هي يعني اللي تجاهد بسبيل هذا الصيام وطبعا إحنا بنفس الوقت يعني الصيام أنت فاهم يعني هو نجمالا وعطاء الصيام هو كمان أنك تغض عن أشياء مثل أنت كنت تسويها يعني أنت تتحدى نفسك والصيام تحدي بشكل عام أنت بتقول إحنا جسديا بدنيا جاهزين روحانيا شوي روحيا شوي لازم دائما تكون جاهز روحيا الصيام هو للروح مش للجسد والسؤال شو مع العقل إذا في فعليات اجتماعية تغني العقل هذا أهم شي صراحة عن هذا أنا سألت إذا في فعاليات هذا هو الهدف هذا هو الهدف تغني العقل يعني اليوم صراحة أنا مع أنه يكون في مثلا عندنا مغنيين يجي مثلا ومؤديين مثلا وفنانين يغنوا بس صراحة لو في مثلا فكرات التي هي توعية أكتر للشباب والجل طبعا أنا بحكي بتشوف أنه بنقص هذا الموضوع طبعا لازم لازم كثير مننا بتلاقي ضكات فلاسفة يعني ناس اللي هي عن جد مغير وبتنفع بالمجتمع مش مثلا الأجيال اللي اسعم نواكب وعم نشوف حاسس أنه في عندك هوايات أخرى أنت متكلم جيد على فكرة وإحنا اللي بندور على هيك ببرامج برامج اللي إحنا بنسميه برنامج الشارع يعني بنبحث عن ناس اللي هيك بنلتقي فيهن صدفة وبتكتشف أنه أمامك إنسان متكلم ورا عندك مواهب واضح احكيي عن جانب آخر من حياتي عن جانب آخر من حياتي أنا راكر من سنة 2009 بعمل موسيقى بعمل راكر بكتب للناس طبعا بنكل يعني الصوت الشارع أو وجهة نظر الناس من الشارع من خلال الموسيقى طبعا منجرب كتير قد ما بنقدر يعني نواع الجيل إحنا بتعرف بالآخر ندك بيوت الناس منفوت على البيوت بطريقة جميلة مختلفة جدا عن الموسيقى اليوم مثلا للصاخب اللي بنسمعها عن طريقة موسيقى الراب والراب هو شعر بالآخر فالراب يعني طبعا طبعا طريق الراب هذا ممكن ممكن أنت توصل كل رسائل بداية لجيل الشباب طبعا كل أفكارك كتبت كتبت إشي لإلك كتبت إلي أنا شخصيا إلي كتبت كتير إشياء أشياء بتمس مثلا بجيل الشباب بتوعية للشباب بالواكع اللي إحنا عن جد بدي إشياء مغنى بدي هيك مقطع لو كلاما لأنه عن جد صار الإشي بهمني أعرف مخير جدا إيه عارفوا حسب شو أنا كتير عندي كتير موضوع بدي إشي اللي فيك أنت توعية للشباب توعية للجيل الشباب إيه طيب إحنا عم نشوف يعني بالفترة الأخيرة طبعا إذا كان هنا بفلسطين أو بسوريا أو بأي محل بالعالم فزي أي طفل بالعالم دايماً إمو كانت تحكيله قصة قبل ما ينام والقصة المفروض أنها بتساعد بتوعي الإنسان أنها فأنا كتبت أغنية عم نيام بتقول يما أحكيلي فأنا شو أقول فيها بقول يما أحكيلي قصة الشجرة الكريمة يما أحكيلي عن الفرساني النبيلي أحكيلي عن عهد عمر بزمانه يحكيلي اليوم وين تاه واختفى مكانه يحكيلي عن سندبات كيف زار البلاد وليش اليوم بلادي محاصرة تحت حكم استبداد يحكيلي عن باعة الكبريت ولاد سوريا اللي ماتوا بالبرد بالزمن هاض وما أجمل أن تعيش بالأرض بلان وكران هذا كان عنوان موكلي وطرزان اللي تعلموا الإخلاص بغابة من الحيوان اللي عاشوا تحت سكب صمصافية بهذاك الزمان يحكيلي إمي أخذنا على عالم ثاني على فكرة تعطيك العالم أنا فخور جدا شكرا جزيلا الله يسعدك وعن جد رائع جدا وإحنا مندور على هاي الشباب اللي بتبدع ودائما منصة قناة هلا موجودة عشانك بأهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا إلاك وأنا فخور بشرفنا وموجودين بناتنا وعمتون كلوا طبعا أحداثنا وأخبارنا يوم بيوم وطبعا أنتوا منصة يعني غنية يعني التعريف وهذا المهم الله يسعدك واجبنا طيب نروح للمثل العربي يعني أنت كملها ويعرفه مش لتبهدل لا طيب المثل هيك بيقول واحد بيهدد بواحد ما فيش عنا منه هذا الشغل إحنا ما حدا بيهدد حدا أو لا ديوم عدوشي حدد شو العرب قالت زمان بس العرب قالت وهذا المثل بس كان قلبها طيب أنا وياك والزمن طويل طبعا والمثل يعني بيبين تهديد إيش طلع المثل جماله أنا وياك وزب إحنا راح نلتقي بعد أكم سن السؤال إذا بنوخذ هذا المثل كتهديد ولا ممكن نلتقي أنا وياك والزمن طويل ممكن نلتقي وتحتاج اسمع هو أنت ممكن تأخذه كتهديد حسب الشخص حسب الوقت حسب الواقع خلينا نقول لو أنا وياك والزمن طويل مثلا خليني كاعدة أنا وياك على دك ويست بقول لك أنا وياك والزمن طويل والشكيات موجودة فأهم أنا وياك والزمن طويل مثلا تعال نطلع أنت مسابكة أو نعمل أي شيء آه ممكن كل شخص عنده منظوره ومفهومه الشخصي بالنسبة لهذا المثل فأنت بتستعمله كيف أنت بتشوف الله يسعدك رائع أنا بدا أبعثك على حلويات راتب المحتر مبروك عليك بإمتدارك شكرا أن كل عام أنت بخير مقرف أتولى إليك إذا حبتك حبيب شكرا جزيلا أطيق العافية ورمضان كريم الله يسعدك شكرا لأ طعين حلقتنا مشاهدينا قناة هلا وبرنامج استنى شوي هون في مدينة الناصرة أجواء باردي بس لقاء مع محبي قناة هلا عم بدف في القلوب مرحبا هلا يا غالي طول عمرك شو أخبار حبيب وانا بسأل على الأمثال جوابت كل الأمثال ستيجي المثل منشوف تعرف ولا نشوف باطل علي أوله دلع وآخره ولع انكيب ربنك خوي ضربوا خليل بقربوا لدار أبو السعيد ميد ضرب السعيد جيقيسي بعد سريع تعرف عليك الإسم الكريم أنا عبدالله رشيد يا أهلا عبدالله عبدالله شو بتعمل شو بتشغل بالحوال شوادر الله يعطيك العافية إيش يعني الشوادر إيش يعني شو المقصود يعني زي هيك كيف شايف أنت ابن الناصر ابن الناصر يوم تجوز ولا بعد لا عزيب قديش عمرك عزيادي 26 العمر كله عزيب قريب في فرح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يفرح وفرح كل الشباب بدي أسألك كيف شايف أجواء رمضان بالشعر الكريم هاي السنة هل بيختف عن مثلا إلا وراء نرجع ست سبع سنين لا بزرد كبير لا بزرد كبير بالناس كان فيها خميرة طيبة وحسب رايق إحنا فقدنا الخميرة الطيبة اليوم إحنا مش فقدنا الخميرة الطيبة بس إحنا فقدنا الكبير اللي كانت شليت على الناس الكبير اللي كان يمون على الأولاد صدر إنتي حسب رايق ممكن هاي هي مشكلتنا إنه إحنا فقدنا الكبير حلو إيش لازم نعمل عشان نرجع الفرحة اللي كانت قبل 4-5 سنة بدنا ترجع الناس أخوه ببعض محبة قبل إلا محبة أخوه هيك حلو مش والله واحد زمرلي بالشارع ده نزل أضربه يعني بالعاقل بس أنا سألت قبل التصوير إذا واحد زمرلي خفت أنا وشو ما أنت الحق عليه المفروض كان الدمدم له بالأول بعدين تزمره وبعدين هو بزيح على اليمين لحاله وممكنين زال يعمل معه مشكلتنا طلعه وخليل أصل يب آه بس بس إحنا منوخدها بكوميديا إسه نوخدها بضحك بس ممكن عفكرة يعني في كتير مشاكل بتبدأ هيك إيش طبيعي أغلب المشاكل بشلها سبب لا المشاكل أغلبة هي إيجو بس إيجو بس طب أنت بيجي لك 26 سنة اللي بتطلع وبتحكي مع الناس والعمل مع الجمهور مسهل العمل مع الجمهور صحيح لأنه بلاك تعرف تتعامل مع أكتر من شخص كل واحد طريق تفكير وتختلف صحيح فإيش رسالتك لجيل الشباب أنت يعني من تجربتك يعني من 26 سنة مش ولاد وكمان شاب أنت أقرب للشباب شو كنت بتوصي مثلا جيل 16 لجيل 24 اليوم أول إيش أنا نبعد عن التمتيل الجخة الفارطة اللي مفشلها طعم يا عمي بموت على هجة أهل الناصر التمتيل التمتيل ولا التمثيل 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 باللغاي بالكتابي بالغين بالغين بتعرف تقول التمثيل طبعا طيب نبعد عن التمثيل أنا شغال صلي 10 سنين بباقي بدأ غسة بقلب يعني ببطل نصراوي وين بتحكي أي لهجة باقي المتلت كيف تحكي كيف يحكي أهل باقي أنا راح نزور باقي قريبا يلا بقولوش تمثيل هني شو بقولو بقولو جخة زخة الكلمة تختلفة تبقى كلية فأنتي بتقول يبعدو عن التجخة والتمثيل الظبط التمثيل مش التمثيل هاي هاي الشغلة الوحيدة هاي أول إش يكون إنسان واقعي إنسان إنسان تعامل معاي كبني أهدم حلو وإنتي حسب رأيك مجتمعنا طيب بدرة الخير فيه ممكن الخير في أمتي اليوم الدين حلو برابو عليك طيب أنا بدأ أعطيك مثل أشوف إسا أنت يعني حلات الأمثال بقولو ضرب عصهرين حزر والله برابو والله أنك شاطر أنا بشهد أنك شاطر على محلات راتب المختار هديتك بانتبارك بتروت الله يسعدك حبيب حضر روش الله يسعدك وكل عام أنتم بخير كل عام الجميع بخير حلو اللقاء معكم حبيب كلب الله يعزنا شكرا لأي لك رمضان يقرير حبيب كلب برنامج نستنى شوي في مدينة الناصرة متواصل دعونا نتوقف مع فاصل إعلاني ثم نعود للقاءات الحلوة خليكم معنا عدنا مشاهدينا من الفاصل لاستكمال حلقتنا من برنامج نستنى شوي الميداني من قناة هلا تعالوا نكمل حلقتنا بالأسئلة على الأمثال العربي والابتسامات الحلوة خليكم معنا تابعين حلقتنا مشاهدينا هون في مدينة الناصرة من ثق بالأخ مرحبا أهلا وسعلا أغرف عليك الاسم الكريم ملية بنا من نوفاقليل ملية بنا من نوفاقليل بن نازر العليا سابق سابقا نعم خلص تعوددوا تقولوا نوفاقليل نعم تعودنا بس انتوا بالناصر العليا بنوفاقليل وبتنزلوا عن ناصر يتنزلوا عن ناصر تحبو ناصر بكير رحكي طبعا دستغنيته واحد يلا حلو ايش تشتغل ايش تعمل عيو عمولي باشت المصنع هايتك مصنع الالكترونيكا الله يعطيك العافية دارس هايتك ولكترونيكا درسنا جديد عماناك اخصاب درسنا جديد الله يسعدك ابو ايش حضرتك ابو جهد ابو جهد ابو جهد دي سألك اول اشي عن اجواء رمضان حكيلي كيف اجواء رمضان بالناصر المفروض المزبوطة جدا 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 حلوة كتير وبالتامة بترجعنا على الايامات الكديمة العداد التقاليد سلط الرحيم اسا جايتي انا عفكرة من عند اختي وعندها رامي اليوم الناس بس تشوف بعضها اول الشبكات التواصل الاجتماعي وكلها الشغلات بطلت وانعت صارتنا بعيدا بعيد الكل صار ادم شبكات التواصل لا احنا منذ الماش احنا منججع بس هي عددنا اكتر لما تقربنا هي بطلت تواصل هي سيئة تباعد اجتماعي مش تواصل تباعد التواصل طبعا وجه لوجه فيس تو فيس يعني كي بيقولوها صح حبيبي واجواء رمضان قبل عشر سنين شو بتغتفي اليوم الهدات بال كانت اقتر كانت الناس كانت تحب معظم المحبة كانت فينا ثلاث اشياء اخي ابو موسى اللي هي وصلت هنا اللي احنا وصلناه بزات الآفة اللي احنا فيها الآفة العنف ثلاث اشياء لأول شغل أول سبب هو بعد عدين كلة المحبة المحبة عدنا تلين الناس والماديات هاي شغلات خرابة المجتمع الماديات قصدق ايش كثرة الماديات ولا قلة الكلة والكترة العجاتين احنا الشباب اليوم بداش تستغل بروتكشن وكاتل وضائب فهذا كله برع الدين فبتمنى الله يهد الشباب خايف عولادك اكيد طبعا ايش حسب رائق لازم نعمل عشان ترجع ايامنا تربي بالبيت تربي ورجع للدين واحد تربي ودين طيب انا بتسألك سؤال بتأمل بتأمل انه تعرف في المدينة خشبات الحبس خمس خشبات وخشبي والله بتستهل التجائزة بتستهل الهدية من حلويات راتب المختار مبروك عليك بس انتك أنا مغلب منش اثنين انت بتستهل عشرة الله يخليك ويطاول عمرك عن جدلك توعم رح نعطيك الجائزة مبروك عليك بدي اشكرك رمضان كريم واذا حابب تعايد حدا المجال مفتوح بحب بعيد اوشي على كل اخوانا للنصارى أخواننا أشكان وحبايبنا بالناس اللي بتعيد الفصح المجين كل المسيح كام حقا كام كل عام جميع بخير والله هد البال ومدية المحبة بالناصري وإن شاء الله سلامي عم بالبلاد يا رب بدأ أشكرك على الكلمة الحلوة وهالدعوة الحلوة وهالمباركة الحلوة الذكية كل عام أنت بخير شكرا بنتبع أجواء حلقتنا الحلوة هنا في مدينة الناصر ومنلقي بالأخ مرحبا يا أهلا بيك الاسم الكريم محمود بنمر يا أهلا بيك محمود وحضرتك نهواند سورم من هون من الناصري أنت أولاد الناصري بدي أسألك إحنا طبعا الناس بمرقوا بحيونا بحيو قناة هلا فبنا نحاول نحيي الجميع شو العلاقة بينكو خطيبتا قد يسألكو خطبي العمر كله وإن شاء الله العمر كله يعني بالعمر وإن شاء الله قريبا نفرح فيه وإن أنا نفرح بيكو إن شاء الله هاي السنة إن شاء الله فيه تاريخ اللي بعدنا ما حددنا شو رأيك فيه مني إن شاء الله آخر آه بجنن فيش منه أنا بدي أقول لك طلعي استغلي فترة الخطوبة أنا بحكي باسمه إسلام إسأج أكتر من هيك شو كنا مستغليتك على حيام كل شي برحصلها كل شي برحصلها طلعي أنا بقول لك عمي استغلي قدنا بتخدري هاي الفترة عيش اللحظة ونبسطوا كيف وإحنا بنمزح بس نبين عليه قدع آه أكيد بيش حاجة لتوصى شك أكيد وإلي شو تصيري بيش حاجة لتوصى على أولا همك بتستغلي مني بل بننزلكي غيره دسالك آه يا سلام يا سلام على الغزال طيب أنا بدي أسألكو أولا بإنتو باني ولا بدك تستعجر بيت اشتريت اشتريت بيت حلو مين اللي نقل إغراض بالبيت انتو كخطاب هي هي اللي نقل انت شو نقيت كل شيء بلاط لا خزاين لا كل شيء وانت ملكاش كل مني دار هيدا تقعد فيها كتر مني هاي ستة البيت ها لا درباء أنا بقول لك ملسن ودرباء لك منه يام حياة تعاون حياة تعاون ها تعاون انت بتختاره وبيجيب ها انت شو بتشغل شو بتعمل أنا بشتل بمصانع الله يعطيك وانت بشتغل بمحلة واعي حيلو الله يعطيكو الحافظ تتعاونوا وان شاء الله بنفرح فيكو وإسا بعد يعني هاتجولي وين كنتوا وين طشيتوا هيك بالناصر اليوم بعد روحين الشغل إسا مروحين من الشغل عن جاد او انت اهو بيجي بروحك ايو تشوف بكرة يتجاوز يجي روح قول اقول لك دبرح تشوف السيارة بتزيرها سعود أولادك جبلها السيارة كل احترام طيب اسمعوني بدي اسألكوا سؤال انتو الجوز اربحتو والله يا جماعة ما قلت لهنشو المثل اربحتو إن شاء الله بنوديكو إسا على حلويات راتب المختار بتتحلوا بعد يوم الشغل يعطيكو العافية المثل هيك بيقول انتو اتنين تقدروا الجاو إلعب وحدك تيجي روحين والله برابو عليك بقول لك دير بالك منه دير بالك منه إلعب وحدك تيجي رادي تفضل إسا بتعزمها على الحلو أنا بدي أشكرك يا حلو إن شاء الله بنفرح سيكو كل عام أنتو بخير شكرا شكرا كتير لك وبرنامج حلو الله يسعدك حبيب إنتو الأحلى الله يسعدكو كل عام أنتو بخير حلقتنا مستمرة في مدينة الناصر أستنى شوي من قناة هلا منلقي بالأخمر الحمد الله يسعدك طول أمس شو أخبارك والله حبيب تعرف عليك الاسم الكريم أدهم زعبي أدهم من وين من أي بلد دابوري دابوري زعبي في كمان زعبي آه أنا الله يسعدك وش جاء الناصر تعمل أدهم أبو إيش حضرتكو أبو عدنان أبو عدنان الساعة بعدها 12 بدأ من أسرة تتسحر شيك لك من اللي بتسحروا ثلاثة هاي 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 الله يسعدك شو بتشتقن شو بتعمل شوفير شوفير باص الله يعطيك عافية هذا مش مفهوم ضمن العمل صعب جدا نجي مية بالمية إنه بتتعامل مع خمسين شخص وحتى في الفترة الأخيرة بنحس إنه في كتير عنصرية عنصرية ضد السائقين صح إنت بتشغل بشركة خاصة أو بتشغل عمومية لا خاص خاص يعني أهون شوي يمكن تقريبا نعم على الأقل بتعرف الناس اللي عادة تن بطلعوا بشكل يومي معك شو كنت بتنطي كم سنين سائق خمس سنين ست سنين الله يعطيك العافية هيك بتنصح اللي اليوم بوخد رخصة بما إنه إنتي يوميا كم ساعة الشارع 12-14 الله يعطيك العافية إنتي شو بتنصح الجيل الشباب اليوم يتجاهل كل إش على الشارع ويكون رقوع هادي كون هادي بس هادي إيش قصدق بيتجاهل يتجاهل كل اللي حوالي كل اللي حوالي شو بسمع شو بصير كله خلاص عادي بس بالشارع ويكون مركز بسواقته بتحس إنه الشارع صار خطر اليوم كترة صعب حلو أجواء رمضان وين أحلب دبوري ولا في الناصري والله كله واحد دبوري بلد كبير رح نزورها قريبا إن شاء الله ونصور حلقة الله يسعدك طيب عارف شو البرنامج قناة تلاب تتبعها أكيد الله يسعدك طيب إحنا بنا نسألك سؤال بسيط جدا ونعطيك مثل والله نسيت شو بدأ أنطيك مثل طلع المثل هيك بيقول تلثين بيحكوا عن العلاقة من الإخوال والإحمام تلثين ونك لخال حافظ حبيب حيالو برابو عليك نبعثك على حلويات تراتب المختار هديتا رمضان كريم كل عام أنت بخير ودير بالك على شغلك وعلى الباصل رمضان كريم كل عام أنت بخير حبيب إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى نهاية حلقة حلوة أخرى من برنامج الميدان استنى شوي حلقة حلوة صورناها هون في مدينة الناصرة واستمتعنا كثيرا بالابتسامات واللقاءات مع كل من تواجد معنا اليوم في الحلقة لقاء آخر في بلد أخرى من استنى شوي من قناة هلا تابعونا اشتركوا في القناة